تقنية حركات الكاميرا ايه اللي ما نعملوش الطريقة اللي بتتحرك بيها الكاميرا في مشروعك هيكون لها تأثير كبير على الفيلم بتاعك انا هعلمك ازاي تعمل حركات كاميرا زي المحترفين بس قبل ما اعمل كده محتاجين نعرف ايه اللي ما نعملوش في حركات الكاميرا زي ما انتو شايفين ده مثال سيء لحركة الكاميرا كان فيه باش مهندس بيحاول يعمل حركة كاميرا وكان عايز يعمل انيميشن دقيقة واحدة وكان عايز يبين كل حاجة في حركة كاميرا واحدة كبيرة طيب لو عملت كده فده غلط ليه غلط؟ علشان واحد حركة الكاميرا هتبقى صعبة في التحكم فيها والتعامل معيها زي ما انتو شايفين الكاميرا مضطرة تعدي جوه الشجر والحركة هتبقى مزعجة انا متأكد ان الباش مهندس اللي عمل كده حاول يزبط على قد ما يقدر بس زي ما انتو شايفين دي احسن حاجة قدر يوصل لها اتنين لو عملت كده هتحتاج تحط تفاصيل في كل حتة بتعدي عليها وهيبقى عندك مشهد مليان تفاصيل كتير جدا وبالتالي وقت الرندر هيزيد تلاتة اللي بيتفرج حيفقد التركيز وهيبقى مشتت بالحركة دي مش هيبقى عارف انت عايز توريه ايه بالزبط وبما اننا بقينا محترفين دلوقتي فاحنا مش هنعمل كده اللي احنا هنعمله واحد هنحدد مسارات الكاميرا عن طريق السكتش اللي احنا عاملينه اتنين هنشتغل على المسارات دي بطرق سينمائية احترافية لحركة الكاميرا اللي بيستخدموها المحترفين في الافلام السينمائية في السكشن اللي جاي ده هنتعلم حركات زي الدولي والبان وحركات كاميرا زي حركة الفيرتيجو اللي هتاخد الفيلم بتاعك في حتة تانية وحتخلي المنتج النهائي طحفة جاهز نفسك عشان تتعلم حركات الكاميرا السينمائية بتتعامل ازاي في السري دي ماكس ويألا ندأ